جماهيري تخش تاني وتنافس تاني وتصحح من أوضحها وتلاقي المصاري التمويل بس ده أحمد برضو يعني احنا كلنا نفس الشعور وكلنا نفس الإحساس بالنسبة للفرق الجمهورية بس الموضوع بقى عشان نبقى واقعين القصة بقى تمدة تمويل وتمويل وتدعمات بالعكس هكذا الحشيش أنا بشوف الأندية اللي عندها جماهير دي هي الأندية اللي عندها قدرة أكتر على استقطاب رأس المال تعرف يا أحمد تسويب دور التسويب في نقطة يعني في ظل الاقتصاد القوي للأندية وخصوصا عند الشركات والتدعم القوي جدا وشوف حجم المصروف من كل الأندية دي هنشوف فرقه طالع على الدرجة الأولى صرف ايه شوف فيوتش هتشوف بقى الصرف كتير الدعم الوحيد للأندية اللي هي ذات الإمكانيات المحدودة ماديا الجماهيرية هو الجمهور في ظل عدم وجوده الجماهير فانت فقط الميزة اللي انت المفروض تديك باور جوه الملعب فانت الأمل الوحيد هو أن الأندية دي تبدأ تشتغل خارج الصندوق شوية الأندية الجماهيرية أقصد انت هتشوف فين المنصورة فين طنطة فين أولمبي فين ترسانة كلها يعني ما عديتش موجودة فالحل الوحيد هو دعم الجمهور وعودة الجماهير بشكل كويس جدا ومجالس الإدارات دي تبدأ تفكر بره الصندوق شوية يعني كل اعتمادك أن انت عن ميزانية بتاعتك اللي هي دلوقتي ما تنفعش في الاحتراف فلازم تبدأ تدعم وتشوف موارد تانية عشان تبدأ تخش في المنفسة طيب نتكلم كرة شوية معاكم إيه رأيك في محمد عودة وإزاي بتشوف تفكيره أو طريقته اللي هيواجه بيها خاصة لأهل السندي يعني يعني مكشر عن أنيابه زي ما بيقوله الطريقة والأسلوب اللي ممكن يواجه به النادي الأهلي على ملعبه هيلعب مباراة زي ما انت بتقول كده من أول دقيقة ينزل فتح خطوطه ويهاجم ولا متوقع أنه السندي يبقى مختلف بجر جرني أه طلع اللي عندك هاااااااا النادي الأهلي هو الجهاز الفاني بتاعاشافة المحلة sequel جدا مشخص المسلماني عمل رابكة الشوية للناس السندي يعني الناس مش Disk حيارنا اه يعني الناس تلعب في جيم مفتوح وتهاجم الأهلي وتبقي تطمع في المباراة وللناس تثقي تلعب وبقى وقف والزنم الأول وبرضه هتقسل مباراة خلينا أقول لك يعني أنا سابق لي أن أنا قابلت الأهل وأنا مدرب كتير بس طبعا كان عناصر تحتار تمسك مين وفين فأي مدير فني بيجي لعب نادل أهلي ومش من الزكاء نلعب قدام الأهلي جيب مفتوح وخصوصا لما يكون نادي زي نادل أهلي اللي فيه كل عناصره مفاتيح لعب وبالتالي يعني أنت أنا بجأ لعب المقولين ألعب الاتحاد ألعب بتاع فيه عمصر اتنين بلعب عليهم لما أنا لما بجأ لعب النادي الأهلي مفاتيح لعبه كتير وبالتالي هنا فيه مجود مضعفة ما ينفعش أفتح الخطوط مع النادي الأهلي لازم أكون مقفل خطوطي أنا بتكلم كفكري وأعتقد بنسبة كبيرة جدا ده الفكري اللي بيفكر فيه ده أنه يقفل خطوطه أنه يلعب في مساحة الـ 25 متر بك كتير الثلاث خطوط ويبقى التحرق الجماعي بحيث أنه يعملش سريتش للملعب ويساعده في كده زي ما قال حشيش نقطة مهمة جدا ملعب المحلة أدية شوية من استاد النادي الأهلي اللي هو بلعب فيه استاد ويستداء وبالتالي لازم تضيع مساحات عشان لما يكون فيه كم لعب مهرية ومفاتيح لعب كتير ما ينفعش أدوه مساحات وبالتالي لازم أقفل الخطوط وهنا بقى يعني دي سلاح زوحة دي إذا ما انتقلتش من الناحية الدفاعية اللي أنا بلعب بقى دي للناحية الهجومية بسرعة لما أطع القرى أنا حطيت نفسي في مزنق وهو الضغط المدة التسانية دقيقة والضغط يولد الأخطاء فلازم يبقى فيه عندي لعيب أو اتنين من اللي هم عندهم سرعاته موجود في المحلة فيه أكتر من لعب فيه عبدو يحي لعب وميز فيه أحمد لا هكلمك على أوراق المحلة وهنتكلم على أوراق الأهلي برضو زي ما هم نتكلم على أوراق الأهلي هنتكلم على أوراق الأهلي خليني برضو سوف كابتن حشيش طريقة المسيماني في مطش بكرة من خصن الحظ إنه الرجل لعب أو جرب إنه يلعب على ملعب محلة ملعب مش جديد عليه ودي نقطة مهمة جدا في المواجهة عنده يمكن غياب حمدي الغياب الوحيد الإجباري أو الاضطراري وهو بالتأكيد مؤثر لأنه حمدي من بداية الموسم الحقيقة ما شاء الله مقدم مستوىات أكتر من رائعة ناس كتير بتفكر إنه يغير طريقة الرائعة ومش يرجع لطريقة اللي كان بلعب عليها